في حيات الأحياء بسيطة خوصة على الدار بعد المدى الباها كانت عيش بوحدها دار صغيرة لهم كانت صغزالة كانت تفسن بالزين كانت تحمق ودك الجمال كانت بين لعب وطوح عينها خضرين شعرف دك اللعسلين بارد كيميل الشقار رشرة ديالها بيضها بحل الحليب الملمح البسيطة الملائكية كانت ميوزة ودك الرقاة ودك البساطة والجاذبية ولكن هاد الجمال مجبلها من غير المشاكل والحزن انها تدرقها للعيون ديال الناس وخصوصا العينين ديال الرجال في الحي ولا في اي بلاسة كاتبشي لها الناس اللي كي يطمعوا في الجمال ديالها مش يو حنبان فيها لا اتا وحد ما كي يشوفها من غير في شكلها الظاهري اتا وحد ما كي يسمى انه يشوف الجزء الداخلي لها الجزء اللي محطم الجزء اللي مبقى منه إلا شوية فقط من العاسة على صوت الغافة اللي برسطاتها لاتش كاتت افهم من فوق سرينها طفال تليفون وشات الحمام دو وشات بدوش بارد و البسات حواجة ووقفات قدام المراعية عينها عمري من الدموع كتشوف وجهة اللي يمشوها في المراعية وكاتمسح بيدي على نص ديال وجهة اللي يمشوها ونور داك الحارق كتشوف راسها وكاتمسح الدموع اللي تمرضت وطحت من عينيها بزز منها مش فات شعرها وعيد جماعتها هكا الفوق كتشوفال ودار تشعر خفيف على رقبتها باش تخفي ديال الآثار ديال الحروق اللي يبين على العنقها خساس مشي اللي خدمتها خدامة كتبع في احد المحل ديال العطور كبير كيصبر واحد من سي سيلا ديال محلس كبيرة ضخمة ومعروفة كتسميز بتاك الدوق العالي انها كتخسر الروائح وتشيلي خلال المدير ديالها ديال هاد الفرح كيخسارها وخا كانت خدامة عنده قبل ما تدس بذيك الحادثة اللي كانت حادثة خطير وشانيها ما كان عنده سعوذر اخر انها مشوعة ولكن هذا ما كانش كافي باش تخلي تخدمها لانه ما باش تخسر تخسر وعاد هو ما قدرش يخلى باش يخسر بنت ضوقة بحالها بالضوق والدكاء ديالها عاد انه كان ذيك اليوم كيجيو على اقبلها بالاسم ما ضرر القدرة دياله لانه كتخسر اليوم الروائح النادرة وكتخسر حليوم الروائح اللي مناسبة لهم وعاد بحالها كتخسر كل ريحة الهسب الشخصية ديال كل واحد فكانوا كيثقوا فيها بالسف خرجات من العمارة اللي ساكنة فيها كاتترشوها الزراسة الفوق عارفة انه كان العيون كتر اللي كيشفوا فيها بالشافقة لحالها كي اللي كيشفقوا على الجمال دياله اللي ضاع منور داك الحريق اكيد الرجال اللي كان ينسمى في الحي عاد انه كان العينين كيشفوا هشامتين فيها لدارات كثيرة ومختلفة كل واحد تتفكر دياله كدير وكينعيني اللي كيقولوا بالساف وبالساف ولكن يما كاتتحسن للهذا ولا لدك غدا الوجهة ديالها بساباس وكبرياء واضح لأي واحد كيشوفها ديما كاتتقول فراسة وواثق الخطى يمشي ملكا وصلت لخدمتها تبتت تذكر زي الرسمي اللي كيخدموا فيه في واحد بحلبة قرقيقة دهبية اللون في الاسم ديالها اللي هو ميساء كريم توجهت للمكان ديالها المخاصص الخدمة خدس حويشها خدس شهيق عميق بحلة عمرت ريئتين ديالها بالهاوى ومدك العطر دياله اللي مان بالمكان وغمضاتين مراحة كاتت استمسع بانها تستنشق ديك العطور يا الله ايش حلقة تعشق الريحة دياله واني هتكون مصد منها كاتت متعب كل نفس كاتت نفسه منها واخت منشو روضة على صوت واحد لك ليه وتوقف قدامها كاتشوفها باش مئزاز شافت فيها ميساء مصر ما بتشوفها ديالها وتفكرات لحظتك الحرق اللي فوجها خدت نفسها عميق وزفراته وتكلمات ويكاتبتها سمتي ثابتها تفضلع مدام شافت في هديك البنت اللي بان عليها ذا كل فشوش كثور من القياس لابسة واحد الكسوة قصيرة فاغة سمية ترقاق الكسوة كل حمرة دياله ما كياش بحل غدالشي بواط ما كياش صاريخ العينين باينين بزيان وانتحام بلك حل ماسكارة اللي ذاك الفاغة بوبير واحد دياله واحد العكر حمر ماط وجهه اساسا بحل شي خريطة شافت فيها بحسيقار ما كياش واحد من غيرك هنا جابتها ميسا بكل الهدو اه انا حاليا اللي كينفض القسم بغيسي نعونك بشي حاجة شافت فيها وياكت اف 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 انطر نتعامل معك حاليا انا ما عرف شو ما هنا كيفاش نخلينه وحده بحالك تخطف مكان راقب حالها ضعطها لولا اه مستأخرة مثلا تك PRESIDENT لا كيفي نقف نظر معكم ولأنا هذا مشاهد به اشكال اللي بحالك. حافظت ميساء على الهدوء دياله معاه وما هتماش لأي حاجة من ذلك الكلام ولا الحركات ديال الاستفداد اللي كديره. هاد البنت اللي مفشة. ولي زد عصبه. والهدوء ديال ميساء معاه والبتسامة دياله اللي مضرقتهاش. حاولات وحاولات ولكن ما قدرت تغنب البتسامة من على وجهها. ميساء. يفنى دارها ومشي من المستوى ديالها بشدار معها. حسا خسارت ميساء حسارت مع ديك البنت. وديك سابقة سمعاتها خسارت ليها واحدة العطر. اللي هي بنفسها الصغربات من النور ريحة دياله اللي دخلات في الانف دياله فورا. ومع ذلك مبغش بيلا الا القتلى الحاجة اللي عشبتها. اخدات منها داك الباقفة مع الصباح. ومشات باش تخلصه ويغطر غطر غطر تقام وحدها. ومشات ديك البنت. تحت نظارات بيساء. وبتاسمات بسخرية. بتعودة على هاد الاحاديث. مغد ترفعني عين والفات. ميساء اللي بنت القوية. اللي قادرة انها تقام في هاد الحياة اللي قاسها بثاف. مغد تسلمش اللي بحال هادو. لالهدرات ديالهم. بحالة دول ما كيهمهم لا غيرهم لا والو كيسموغا لنفسهم عنانين. ما كيهموش انو مجرحوا انسان بالمظهر دياله ولا بش نبق عليه. هامو بغى الموضة. الشهرة. المظهر. وشيحواج ليسافين بحالهم. ايام من الخدمة ديالها. كتشوف كل انهار ناس كتار من هاد طبقة. تخلقوا انا هي. كيقول لهم رأسهم ديرون اللي بغيتهم من الخلق ديالله. عاثرت بزاف منهم. منهم اللي بسكبر. منهم اللي بسواضع. قليل منهم اللي كاتبقى فيه. اختعت لأفكار ديالها. من اللي تفكرات واحد الحاجة. ورسمت بشي سامة شفي. خفيفة على شفيفة. من اللي تفكرات ديك اللي بسيطة. اللي ولا تصحبتها. حسنية من هاد طبقة. ولكن ما كتتعملش بحالهم. بحلم خسرف عليهم بكل شي. كفاءة انها تشوف. ما شافت الشكل دياله اللي كاتدر معاه. كفاءة انها ديك المنت. ما كتتتمش بالمظاهر. ولا بأحدث صيحات الموضع. ولا اي حاجة. منت طموحة. عند احلام. بغيت تحققها. وخائلتها لباسة لها. ولكن ما غيت تحقق داتها. بنفسها وبتعود ديالها. بغيت تخدمتها بنفس الهوضو. ونفس البتسامة. تصل على الوقت ديال الخدمة ديال الميساء. كميلات خدمتها. تحركات راجعة للدار في داك الحي البسيط. الحي البائس كما كاتتسميه في نفسها. لغاية للدار كاتمشي على رجلاكاتها. كاتحاول وكاتحاول. باش تكمل الفلوس ديال الشقة. خلي تخليها تخرج من هاد الحي بعيدة كل البعد عليها. وتمشي لشي بلاصة ما كيعرفها في حد. بغيت تعيش حياة طبيعية. بحل بغيت حل الصفحة جديدة من حياتها. وقتد هاد الصفحة. الصفحة تكون خاوية من قاعد التعب وقاعد الحزن والآسة والذكريات القبيحة. وصلت لدارها. وقاعدت العيني ديال الناس مطاردينها. منهم اللي فيها الشفقة ومنها اللي فيهم الشماتة. وكل وحده كيلغي بلغاه. وكل عادة ما كاتت هسمش بيهم. ما أعطت للسوحد فيهم اي اهتمام. تخلط للدار الصغيرة البسيطة. وقفاتك العادة قدام المرأة كاتشوف داك الحرق اللي في وجهها. وكاتت تفكر نهار ديال الوفاة ديال بها. والبداية ديال الشقاء ديالها والتعاسة مع السكان ديال الحي. والبداية ديال الكرة ديالها لهم. دهات كيجي وهديك ريات. بحلش يصور ولا شي فيديو عيني عامر من الطموع. كاتواقفة كاتوادى ماماها. وكاسبكي. ماما عافك عافك. ما تحطلش إليها. عارفة ما نقدش نعيش بلا بيكو نهار واحد. كيغن ديالت نعيش خمسة عشر يوم بوحدي. قبل تسمع ماما على ظهرها. تحنا غن سوحشوك بنتي. عادرة خمسة عشر يوم ضغيية غدي يدوزو. احنا عارفة كبنتي القوية. صافي ما تكونيش ضعيفة. تي بنتي القوية اللي ما كتقدرت حاجة تهزة من الداخل صافي. انا باكن قول قوية ماما إلا منك تكونوا معي عندكم تعطلوا عليها. والله سنكا عليكم. لا لا بنتي ما غن تعطلوش. وغادي نوصل لسلامك الرسول عليه الصلاة والسلام ولمقام ديالو. وهديني ترضي بالك من نفسك. وما تسمح لتشي حاجة تهرسك. سمسيني. اللي احتاجي تي اي حاجة. ولا فلوس رابا باك فاتح لك وحد الوديع فلابونك بسميتك. سيري وفكي. وخد اللي بغيتي منها. داك راحقق حبيه صافي. ما بغاوالو لكم ترجعوني يا بخير. والله يا سالة حبيبتي يلا ربا باك غيكون تصم. تي عارفة. يلا في رعاية الله. حفظينا نفسك وخليك غالية. ومهما كانت الظروف. ماهما كانت بنتي. سمسيني. عندك تغيري. قد توحشك بنتي. وبعد عناق طويل. ما بينها وبين ماماها وباباها. والضموع اللي سالت من عينهم وصوصياتهم لها. كأنهم حاسين بالهادية النهائية. مشاوالي دين ايساء. لحقوا ديك السعب داك البيوز اللي كان مخصص باش يوصل لهم. المكة المكرمة باش يقيموا فروض الهمراء. ولكن الاسف. ماكملات شريحلة على خير. تعرض داك البيوز الحادث شانية. خلقها اللي فيه كي توفاو بما فيهم باباها وماماها. مسحة الدموع لوجهها. وتنهداز بحض الحرارة. مزوجة بالوزن الحزن والحزن والأسى. ويكات تفكر الوصائية ديالهم لها. بحل ماماها كانت حاسة بالنمغز بقى تشوفها. قطع داك المشهد المأساوي. صوت التلفون اللي كي صعوني. بلاجعتي الصعب. كالعادة عارفة شكون هو اللي كيتساصل. بكيش اللي كيتساصل بها من لغيرها. كيف صاحبتها. سميتها سارة. اخدت التلفون ديال ويكات بتاسم. أعلمو شكون معايا. شناية. كيف شكون معايا. عشاد الأسلوب هادا شكونتي. شكون أنا. أنا جداك. وصافي. أرادو كل المقالي بديالك موقعوش كيدخلوا عني. هادري مقد وخلاص. لبسي ونزليها حتى أنا ربخ نوقع ووقع ليش حن بحاجة بغنظر معك. يزقل لها ميسا. شنو واقع. وها بطيخلاص وغادي ينهضروا. مالو ما زال بغي يزوجك بدك الراجل. اي. ويا لله غايجي اليوم. تخيلي تخيلي يا ميسا. مليت والله محتاجك. ما عنديش من غيرك نظر معه. وانتي عارف هاتشي. واخا. انا اصلا يا رجع من الخدمة. اغان بدل ونصنع عليك. نجيين دي. نخرجه. محاملاش نخرج نسم الشق الدمد لأشكال هادا. صافي يلا كتبع نقول هالك صافي. يلا أنا عادي نطرقك. يلا أنا غالبس. بعد الربح وساعة قريبا. وصلت سارة بطموبيل ديالها. بان دول في. لديك الحي. انت راري الصغار كيدور عليها. كيدور بطنوبيل وينقظوا ويغنيوا. سلطت علاقة العيون. كانت سارة. حسا هكا بديك. مع السبب اللي كتشفدوك الوجوه هكا. كوية كتشفدوك الشباب اللي قاسين في القهوة. اللي مقنسين حدا الحيوطة كيشفوا الطموبيل ديالها. بغضب ممزوج بالطمع. وانستغرار. تساصلت بميساء جوج مرات. كل شبية كتتساصل. كل شبية كل ثانية تقريبا كتتساصل. كتكد عليها. انها راها في الدرج نازلة. وصلت اخيرا واركبات حداوية كتب ساسم. كتشفدوك العين ديال الناس كيفاش كيخنزروا فيهم. وانترقات سارة بصيارة ديالها خارجة من ديك الحي. بخلي وراء ناس. مع السببين. كعين. تايرين من ديك الموقف. كتشفدوك الناس اللي كيكونوا مقهورين ومقجوجين. وكتبالهم شيطنهم يلوار دخ اللي حي عندهم. صافي كيبغوا يحمق وكيكونوا حاقدين. شهلاتنا الغيرة والحيقة في قلوبهم. جهت ميساء. شكون هي تتركب في هالطنوبيل هاني وهم الله. اللي بالنسبة لهم حلم لأي واحد انه يركب فيها. واخرى يجرب ركبة فيها. سهرة بنت لعيندة 35 سنة. كتسميز ببشرة بيضعة. عينين بنيين فاتحين. شهرك حل وقسر. ما لابحة كتسميل الهوضو والسقون. عايز زالي هاداك الموسيقى الهادية. شخصيصها هادية. بحالها بحال. ميساء. كسع شق العطور والرواح الناعمة. الهادية والموسيقية. صار حد ديكسة. ميساء. احنا صار انا ويمشوا لشي بلاسة. كتطلع للبحر. وعجباتها الفكرة. لانها سيئة. كي يعجب هاداك الناس يمدي البحر والها ويضرب فيهم. وصلوا لحد الكافة بسات. وقلسوا على الطبلة كيشوف البحر مباشرة. ايوا. عودي ليش لليو كاتاني. ديكسة عيد دكات صوت ص انا وانت عدله. ميساء. وحيت سعيد. مفهمت شهي دا. كنت تثقل على القلب. وحيت. قال له كل مواعد. وصارة مزايد. اعقد قلت ضرب بورد. مفهمت شهي دا. محلمين. ما حملته. محدث شي بشيالقلب نهيا. والمصيبة مصممه للاه لنقشل. قال لك. قال له هو وان لا. وان غين وضيان ودخيبة. كنه. لا يعلمين. اتسولى ميساء. يا كبابا كلي قلت يا عمرو ما تعصب عليك ولا أخصب عليك شي حاجة ها؟ علش دعما هذا بالضبط؟ ما فهمتش؟ علش هو بالضبط؟ ويا تبدا صارة كاتبك وكتدر ويا كتش ما عارفتش هاتب عيساء والله ما عارفتش شنو بالضبط أول مره في حياته وأول مره كي يخصب علياش حاجة ما عارفتش والله ما عارفت مليت ومكتش عارفة شنو ندير يلا غتتني تتني حاولي تصدري مع هذا الشخص هذا ولا تفهمي شنو تحت راسه وكي نقول لك ما كيعطينيش فرصة ما كيعطينيش ما عارفتش ماله وتخلف مولا ما عارفتش شنو ما كيفكر شو وحس براته شي حاجة ما قادرش نتواصل معه يلا واخا واحدري مع باباك مره أخرى سمعتيني؟ شوفي هنتي شوفي مره أخرى حبيب أحاولي يحامني يمكنني حان ولا سعرفيش نسبب ديال قد الإسرار دياله هاته ويا تقول لها بقاسة حاولت حاولت ميساء ما كيش فائدة فيه بينما كيش مفر من اني نزول هاد الكائل الغريم هاد بزز مني وحبيبا ديالي شغنقول لك إن شاء الله خير حاولي وإن شاء الله خير وفي حال الفيلا ملات راقية كانت زقال في بيته حاط قدامه البيسة دياله كيشوفش حوية جداد في الخدمة والاستثمارات اللي على برا البلاد قطعت تركيز دياله دقان في الباب ديال البيت حتحل الباب هاد كام بتدخلات وحد البنت تقريبا عندها عامين ومرا وحد المرا شابة دخلها كانت بساسم جرد ذاك البنت دغيات رمات في الحضن دياله والبساسم مع النقاو كيشوف ديك اللي واقفة وكي يبساسم لياه حبيبت قلبي يمتجيته ويا تجابه يلا الله دب حبيبي ما عدخلناه انه يابتسم لكم تضحك بسيط اك في مبته الجزء اكثر بمعادة لإسفال حبيبت خالان ما يصبحزكifts fund أتفيذ القريب يعني أنه أحسكك رائع هذا يدحك وأنت لا أنزلت عن الطريقة ماذا هذاhm ما هي هذه اللغة ؟ ما هي السمسة اللغة غير السبري هلنه يسكت لن يع�� أشباء يتعامل ليس زيمنهم وأنه يدراسهم وأنه يخرج من خالح وأنه يتبعق اخر لا انا انا نخطب من نموه وانت له عملي نخطب معاك دكيح بس نتحكي على الطريقة كيف عشكتها داروا البراءة دياله تشارك الحبيبة دي خالونتيا هي جوليات ديالي ننبلاص وخداها هاكاك خداها عختو سيئة عن قبس لا راسا توحشتك بزاف واه صافة كدير كدير علا شنو دير معاك لا تكاتب تاسمي في الحضن ديالو حتى انا توحشتك بزافة حبيبي اهلا كمهو ركع هرفو عمرو ما غدي دير عقلنو غي حمقنشين هرغي سكت لي القلب ديك البسالة ديالو هو يبساسم وديمه هكا رحنا عارفينو كديرو والله يفرحك مع حبيبي بسي ويفرحك سانسا حبيبي اخويا خلاطس من عاسا على صوت غوات ديالت راي صغار والضحكم ديالو اللي حداها حلت عينها بسعب وزفراس كتشوف حداها ملقتها واحد ورجعت الناسة مرخلة قبل ما تحتراسها على الوساطة لا تسمح نخلوه عمل صوت ديالغوات اللي بحلها در مره وحده فودنها وثلاث علاجه دانفسو عمدك الصوت والخلعة اللي صاردت ليها دبع شوية تكي يسموها كل شي طلع كي يجريد دخلوه علاجة كي يلقاوها ديك الوضع يدي الجاني ندافن على صابتة وكاسبكي بطريقة السيرية ديالغوات صغار ودوالدة صغار وقفين قدام وقفين قدام حشماني من ذاك الشي اللي داره وحاسي انت بالحزم على ديتك الشي اللي داره وبدك نمسكينها ما كانش في بالهم انه ما يخليه واسبكي بغاو يضحكوا معه دبعي شكاسبكي هاتشي لقالي ومرأسهم شخص ما ما عملي شافتها بداك الشكل مش هاتش كتجري عنده عن نقاطك تسوى لشنوقع حسا كي يبنون لها الولاد واقفين حشماني يتشوفيهم وانسو ما لقدرتوا هذه الحالة ما جاوبوهاش هم بطور ياسم حشمانين ينتك عزغوت جاوبوني الولادات كلهم تخلعوا بداكي بكي وياتقون لهم ديك ساعة ماما بنتي تصني بلاسي نشوفه اختك مال اللو وانو ديك ساعة نشوفوا ولادك شنو دارو لانتك هاتشوف في صارة اللي في الحضن ديالا يام هالكا بنتي جاوبيني مسحت صار عيني امين شهاقصة بحل ترالي صغر كينوالو ماما انا غحلمت حل مخيبة بالسعر وانتي انتي عاصل ورا ولادك مدروا وانو هاكي يحاولوا يسكسوني ويهدنون ياكل ترهري قلت ويا كتشوف فيهم شافوا فهم استغربين غمزاتهم بعين ازور يوصوا موافقا على كلامها عاد بسع اسمات ليهم يلا واجي واجي انت خالتون ومجيتون مجيتون كانت كتشوف اخته وكتسول ويجابها جينا الصباح لقيناك ناسا ما بغيتش نفيقك قلت راه غادي نبقى هنايا والأيام جاية كثيرة جاوبت تصارة فرحانة بالصحة سالو غاز قلسي معنا بساف نهدت ويا كتضيقينها لازا ما وقعتش حاجة بناتكم لا لحبي ما نوضي نوضي باش نفطره بجمعين رابا ما قال لي يا بالله راه ساليم غايش يتغدام معنا اليوم اوف عاوسني جايدة كل بارد سلوى حبي واني ما بغاش عافا كانت الزوج هذا ما بغاش بزز شفيفية حاولي تزاق المحز ببارها مصير بززافة لساليم ما عارف شالاش ولكن أكيد كيش اسباب واسباب كبير ولا اسباب قوي حاولي انك ترضاي ببارها عارفة القلبة ديالو خايبة ونطتو خايبة سولي انا لي انا لي مجرر باعة من القبل سمعين هاد راح سلي ويا تقول لي امامهم قلت هالي هاي ابنتي كتلا ما كيش فايدة وراسا قاسح بحل الحجرة طي هو عبك وعمره ما غايجي بلك شي حاجة ما شي مزيانة ليك وعد مهما تديري ومهما تحاولي الى كان نصيب ديالك ما راما غا تفلتيش منه ولما كانش نصيب ديالك ما واخي يجمعوه قاعد الناس ديال الدنيا ودين باش يتزوجي بزز منك واخي بزز من بباك كراه صافي صافي خلي الامر لصاحب الامر هو المدبن الحاكم ولي عارف مصلاحك حبيبتي قولي سوكلت وعلى الله وصافي ونيت غتر بحي سمعي كلاما كابنيتي ويجاوبها قلعت حينا واخي ماما الله يسهل وصافي كان واقف بلاس اخرى كيشوف منزاج ديال المكتب شهر تكيدخل علي واحد حبس دحكة ديالو بين انتي ودى الصوت ديالو كيهلا كيهلا وكيقلت صوت مدير الشركة تكيد نفضك اللي واقف حتى حتى تنفض اكو كيشوف فيه لا تهيئ وكيبدأ يشوفه كيت وشرع صحبي واشي هاجة غالطة وقع بينكم وبين بابا حتى تنفضavic كيك اشابة الاخور كيت افهمه وبنعني بنا المعصب بزيز ساعدة وكيبيني ما اسح مني ما اسق بالى وسانا نفس الشي مختصرش يا صاحبي واحلى الان هنا واش شمراء ايضا صحبي كيف اش ما فهمتش ولكن ما عرفيش على شبابها كم مأكد على هي زي ما ويبتس منها قبل باش يقوي الشاركة بينه وبين شريكو غنعمو انا وش ما عدرتش معه وش ما عصارتيش ويشوف ابن الصعين وش انت اول مرة غتعرفني ولاشنو اكيد عصارت وخديت موقف ولكن قل كوالو هي اللي غتتتخد وياللي فراسه وقال ليه لما نفتيش لانتا هاد الشي ما تساولي ما كان عارفك وما تقلش نيائيا معنا فضطر صافي هتخرج وما غتتاخدتها ريال لا ما عمونيش الفلوس انا صافي فيها لانك نتخارج ومخلي لي كل شي لو لا الوالدة اللي ايانا والله ما كتتقلس ليه فيها ولكن شنو غنديره على قبلها هي وصافي على قبلها انا ممكن دير اي حاجة تاكي شوف في بقافي صافي يكون هاني والدعمي والله يدلي فعل خير وما كان لك نصف لانتا هادية قد تأخذها وما كان بك نصف لانتا هادية وخد نيائيا كل جماع لا تزوجها بها مين لا تأخذه سلم بسلم الأمر ديالك الله وقيد سيخسر كل أحسن اللي يكل ولعمة بالله اعزم ذك يضحك معاك يحاول يغير ذكي المجرى ذلك الكلام ويخفف على صاحبه وولدا همه عودة اليوم كيف تكتشف و كيف تكتشف لكن لم يكن هناك أحد معهم ما كيف حدث و كيف حدث و كيف تكتشف يتحق المشروع و كيف تكتشف و ليس أسلع و لا أعلم في المنزل و لا تكتمشو و لا تكتشف منتشف و لقد تتكتشف في ساعة يدوسم بحل المحكمة عليها بالإعدام قال لك سيدي سيرت غدان تشريكو تعرف على بنتون مرة أخرى ضكي ضحاك على صاحبك او يلا 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 حسن ما يحسن لك عمي بلا ما ضكي يشوفي الآخر من الساعين واسبقه خارج وضكي ضحاك عاسم على المنظر ديال ساليم اللي كان محصاب واسم تابعه كانت هي قلسة ماختة في الحديقة ديال بيلا كي يهضروا على حياتهم حسن تهزة ديكسا صار الفرصة انهم بقى واحدهم يتساولها سلوى شي حاجة وقع مينكم براجلة شافت فيها سلوى شوفها طويلة شافت فيها صار الكثير من الألم والحسرة ديكسا بدلت ديكشوفها ديالا موبالات كيفاش شي حاجة ما فهمتش زي ما واشتخسمتو لا 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 ما تخسم لاش ويسوق انا مشي تشوف ماما ونعونها بش حيتش ما غيجي خاطبك المستقبلي ضحكات وتحركات من قدامها خلاتها سالفة واثقة بلا شي حاجة وقعت من وردها ولكن هادية صار الفضورية اللي ما تخليتها حاجة إلا وكتبغي تعرفها ولكن شوف هذه الاختها بحرد درستها في قلبها هاتش اللي خلا مصر انها تعرفش نو اللي وقع وتحاول تخفف ووجوز أصغير من الاختها في الفلادي الهاسم كانت اسماء كاسا في الجرده شده في الدكتب كاتقرافي متسمعينة ومركزها فيه تكيد دخول على الهاساسم بساسم فرحان ذيك الفرحة بينا في وجوه ثم غادي كي يقرر منها حاول يجيب النتيبة ساعة قاعدت ساعة بدواء الدليل قاعدت بحرد الحب الهاساسم وقفت قد لا يرى داخل الدهار وظفت على ما يجبني ونفضت بحرار دورال عندما عملتك وأشعر جيدة تسجيع التعرف حتى نفتك قلال بساسم أستخدمك نظفت على الفلادي الهاساسم قبل الهاساسم لذي غير الحب العلم لا أعطي فاوك سأبعين حسنا نرى الحبل الأول تحكيت اسماء ويزق له بجتية صافة ساليم لبساليك والحمد لله بخير شليكي بلقيتي مزيانة والله العادية ملت وحشتك بزاف كل مال خدمة وعمك اللي كل شوية كي يخرج لي بحاجة جديدة كورا نيش بسكش حاله دي صافة والله جزم تسمليت ويزق له اسماء شنو ترساني؟ دعا عاسم كيد حك بغي يزوجه بزز منه من شريكه ويزق له اسماء ويزق له اسماء مازالك أتبغي سالماء ساليم؟ ويتنا هيد سالماء شمين حبه سالماء؟ راولا عنده جبنات ودعاي شحيتها ولكن بحل ما كينشي واحد كنكي غيموت ولا شي واحد كنكي مستحيل باش يوصل لها بعتني في لحظة ما قلت عليها ويزق له اسماء صافة حبيبي صافة لها كانت خايفة على هائلتها وش نتيتي عمي كيف اشددها؟ قلت له اسماء قلت له ما تخافيش انا معك ما غديش نخلك وعائلتك تحد ما يقرب لهم حيث انا عارف الوالد راعمره وما غدي يعرفي اديش حد فاكيد داد ولكين ما كين نفتش شي اكثر واحدة عارفة عارفة اللي كان ويتنا هيد اسماء عارفة حبيبي صافة قلت له طريق اللي اخترته واخترت انت طريقك خطرت طريقك وصير فيه وطالما عمي مصير بزافة لهاد البنت صافة يوافق انت عارف عمي وكان شايفها خيبة وراعمر وما غير دخله بيناتنا ساليم راضي حاول تقرب منها باش تكون حياتك مزيانة حاول شوف فيها شي حواجزوينين المميزة هات صافة العيوب بعد علي وما حاول تبغيها ولا حتى ولو يكون بيناتكم هادا كل مواد تاول حسيرها واللي مكتوب غلا غا تشوف احبيبي الله يكتب لك اللي فعل خير يا ربي هو يبتسم صليم تشوف يكتيم شهال لدي انا برحانان بدا تكاد تحك سمع لك اسمع لكلامه مش دم زمان غانة ويتشوف عاصم انت يا سيدي لم تفرحني بشي حاجة هكا بانت على المنميح دي العام ويصال عاصم ديك تغوبيشة ولا لانا ما نزوش ويبدأ سليم كايد حك شنو غزو اللي رايبة ولا شنو ولا شنو بفهمتش مبارا كم ديك بسالة ديالك وما غيش نزوش شنكون انا بغي نزوش صافي دابة بسكتو مالك عاصم مالك عاصم ماله ولو انا باخير قلت تامك لا لا ماشي باخير ماشي هذا عاصم اللي كان عارف شي حاجة غلتا فيك مالك عاصم ليس باخير من تمرخ مالك عاصم نسافر ونطمر عليك لا اكيد من شخص الأوقت اللي يتمرد وقلت فراح الوقت اللي نتلقى وقلت تفضل ليه وقلت لتدرمة حضن يجب أن يكون قائد البنت يجب أن تزوج في حصافي و يقول له سليم دعونا امرض الموضو عدد من الزواج والدراما في الجوع يلا نوضو انا مطيبة لكم اليوم ووحد الماكلة سأتعجبكم سأتحمقكم وبعد ساعة بدين نهار طويل أمين الشوقق البسيطة المعروضة للكرة خرجت من الوحد العمارة عريقا ومعنما ولكن مع ذلك ركينا بلصة هادية و السكان ديالا بينا اللي عم ذاك الرئيطة و الطبا وعد بينا مش فضولين مرصوفة على شفيتها ابتسامة حتى أخيرا لقيت بلصة بعيدة على ذاك الحي اللي واللي سكتكرهو وسكان ديالهم اللي جاشعين و الحمد لله و شكرا سبيلا أخيرا كملت الفلوس باش تسعجر ديك الدار و تسبق الشهرة ديالا و بدأت تحرك بتجاد دار جديد دارها سوقفة صوت تلفون ديالا بينا مكالمة صارة وين صارة؟ تيفينك برزتين عليك عشنو لقيت دار او لماذا؟ الحمد لله كنتر مزيان وبلاصة مزيان ووحدة التامر مزيان ياك يوم كتوبة لك هم حاجة بلاصاتكم مزيانة و الناس مزيانة ماشي بحل دوك اللي عندكم دوك العيني المخنزرين اختيوتك الحي البائس اللي كتفي اكيد انا راه فرح سوف نمشي من سماك هنا نهاري ماشي نقلب على نفس الفاصيلة ديالا متعاني اكيد الله يوم بارك عليك ماليش والله ما عارفش كس بغ نجي معاك ولكن اش غد ندير محجوزة هنا يوم بل ما يجيش ساليم يتغدح يتبع بقات الكخيف لا يهرب او لا شي حاجة اوف ابدأ ديك ساعة ما يساك اضحك عادي يا حبيبا عادي غاب قايت مما صافي حاولي تقلمي معا لي اسميته ساليم بش عارفت حيشي معا نحاول غا نحاول وشنو غا ندير شنو عندي من غير عني نحاول يلا سير وش دراسك بقاش بزافة للغضاء يلا باي هلا راييك يا حبيبا عادي كتناوية نزل عنده زال مغرب تيري ناري تيرا كتلك تقلبي على السطع و ما تلقي يتعامل معك مزيان الهلا ديرا تيريك لا سيري تتعامل حاولي تهدني و فعيت عيتهم من اللي اسمي يساء الله و خير انجاء الله خير و في الفيلا إلى العائلات طبلات الماكلة الخدمة كانت تحوطوا تقاعد في الاصناف الماكلة من كل مال و طعم كان سريم قاس حدا سارة بعد اسرار من حماع المستقبال كانت صارة جاسة مع الصبا من الجلس دي لحده حاولت انها تتاقلم مع الوضع الحالي ما تبهيش تشي سابره في الوجهه كبين بلا مع الصبا ومبرسته ومحاملش الوضعه حسنات نفارد بها كل يكتكره اللي حدا وديك ساعة تخرج فيك العصبية دياله سالي ومستانع البتسابة لوجهه كيبتاسم تاوا مع الصبا ومبرسته محامل شراسه هده اللي ماتوها كما كيسمي وهو يحمله ما كيقبلها تقيله على قلبه كملوا الماكله وجمع في حد صارون صغير حتى اسم حفظ الحمال ساليم وصاره انه يبقى بوحدهم شوية في حد جريدة كان واحد القصة اللور ديال فيلا صارها هكا تأف أفر غادورها ساليم سابعة تخرج لديك بلاصة دازو دقائق منطق بيهم تتوحد فيهم مشي حرف نهائيا قطع داكسكات الصوت ديال سوزان هيك تأف أفر قطع داكسكات شفا سليم طرف عينيه كيحاول يتمالك نفسه باش ميزع الصب باش عاود بساسم شنوضة بغسين نقول لك وشكين شي حاجه ضروري خسين قوله صار الصبا تصاره من البوروطة ديال اعصاب دياله ويجب انتقم شوف انا ما حاملك ما باغاك ما طيقك ما باغاك ما باغاك نزوج بيك بابا مبززعني ومصررني انا ما باغاكس وش غا تردع العراسك تزوج بوحنا ما باغاكش ما حاملكش وش هذي رجلة ويزفر ساوا الاساسا اللي كان نموس عليك ورسان بحالي مزعطر مغصوب عليك بحالك وياس قوله صاره شنية شكو اللي بزز عليها على الرجال سوما كيت بزز عليها مززواج ولا شنو تعصب من كلامه اللي في اهانه لي ويقول مع رسه شكوني هذي اللي اصلا جراء وش در معي بطريقتك يزير لي على درعال وعلى اللور بعد حصار مع رسك وملا غادي نوريك وشانك اللعب معك في شارع وشنو صاره الساعة المات وياكت حاولت تفلسي الدام دول اللي مزير عليها تلقي يديه تلقي يديه ويبدأ كي يصوت شوفي يا صاره العلقة هتكمل مغصوبة واني بحالي بحالك ولولا الوليدة اللي هينا انا عمري ما كتغ ندير شي حاجة ما بغيهاش طريت باش منبعتش على الوليدة فوقت المرض ديالها تعصب وتموت بسبابي عدو يكمل بالمراجدية بدك يتدن شويا شوفي دفع بنت الناس شي من اللولك خدين نتعمله حاولي يكون احترام بيناتنا متبادل نتطول عليها بالكلام ولا انا نتطول عليك ممكن نحاول نكونوا اصديقاء مثلا نتعرفوا على بضياتنا اكثر على الاقل شنو رأيك اتنادات صارة بقلة حين لما تفهم الوضع الحالي عرفت بالله مغلوب على امره بحاله بحالة تماما وخاسي سليم موافقة ديك اللي بقيصة كانت ميساقا كانت تخطط في المستقبل جالها وشنو غدين سؤال واحد في عقلها كيف عش غتتتحول من هذا الحياة بسلام بلا سطعات بلا مشاكل بلا ما تسمع شي كلام ليهينها صافي طلعه ليدم وصحصبات منهم باركة لحدنا باركة شكرهم بش خاف منهم لهالدراجة سوحد منهم ما يعني لاشي حاجة ولا الاي واحد لقد تديرهم في اول حسابات ديالها في المخطط انها تخرج من هنا ولا تفتح صفحة جديدة في حياتها مخصومش اصلا يكونوا في هذا الصفحة نهائيا مبغيش تفتح المشاكل معه وقل ما ترحل خصة تمشي بلا ما يلاحظ تشي واحد حيث ممكن جدا انهم يلاحقوها ويعرفوا البلصة ديالة جديدة وذيك الساعة ما يخلي واش بحال هاد المرة بلسك هتشوف وذك الشي اللي عنده في الدار كل شي قديم حاجة ما اياها ديك وليس وفوه اللي داع بمرة ما هسمت انها تشريش حاجة جديدة منها داز باسها يعني ما خصت تاخد معاها حاجة من هادشي اساسا كل شي مرون مبهدل مشكلة ومنين غا تشوف فراج جديد والفلوس اللي عندها واللوم حدوض يمساف يا ربعوا اني ما عنديش من غيرك وكملت تفكير ديالة صحفي نقدر نجي بغي السراج صغير وش حويش بساطة بزاف مو خديك ساعة محرف كيفاش نسي يا راسي انا مفعلاً محتاج لانتا حاجة من هادشي محتاجها نطلع هنية باخير وعلى خير والباقي رب بيحلون عنده ولكن نخصي نقسمات الحويش اللي عندنا نخده ماء على مراحل بشو حد ميشك ولا يلاحد شي حاشا ماما يكون حلقة الحال بان ربع سهل علينا يا ربع سهل علي حياتي يا ربع انت عارف بانه ما عنديش من غيرك جعلها فجأة كلام دي الممهوية تقول لها اني عندها وديها باسميها في البنك تسافت اللحظة مشات البيت والي ديها اللي ما كددخلش لي بزاف حيث مني كددخل سمع كي هجموها بزاف ديال الدكريات اللي كي يقلموها وكيدرها في خاطرها وكي تبقى كتبكيتها كتتتخبل بكها ما بغاش تضعف الدور في الصعيبة القاسحة ولي كاتهيشها هادلوقيتها منطبط محتاج على القوة باش تحمل الشوفات والهماسات ديال الناس اللي ما عندهم لا شغلة لم شغلة من غير انهم يهضروا يسامزوا على الناس حلات الباب وقفت اللحظة بقى تدخل وما قادراش قلبها تتقبض وياكا تدخل داخل قلصات على السرير كاسم سحالية بيديها عمر كله بالغبرة دز الدمع من عيناه وياكا تتخيل ماماها ناسا عليه لا تكتشوف الباب وحليكي بلا باباها داخل داخل وتتكاف السرير والدان نعاس تسمات بحزن ومسحة دموع ولي مشي سوى من حياتي وكوشي صغير فيها خيز اخب بوحدي يا ماما خليتوني بوحدي عارفة بيلا خالتي اللي كانت كاجي لعندك ديمن وقدر ديمن الحبيبة والصحبة عارفة بيلا ما كتش كنحملها وما كتش كنقبلها كتش كن ديرتي ناسا بلي كتش قلت على ماما عارفة ديك خالتي اول واحد غدرت بي مني خليتيني قاعد الناس اللي كتش كحسب لك بلاقي لتسكو صحابك بانوا على حقيقتهم لي مشيتي هلش مشيتي حسل ده ما مفاهماش ممس سعباش قلنكم صافي هركم بتسوق عارفة اني تزوجت اه ماما تزوجت تزوجت بولد ديك خالتي تزوجت بولد دي كان كل شوية كيجي هنا بحجة انه يقلس معاك وماما واركا كيجي هلقبل باشي شوفني وفي الاخر خطب صونيني اللي مع انتما توفيتو سفرض بيه وامو والحي كاملة ماما بحالو بحالو الان حادتي في الاكثر كبيرة وسكتت شحال ما بغاش دك تفكر دكشي لو قي عليها دكتك تضحك بآلم على الحالة ها يا بابا انا ما نخليك شزي لها انتي علي انا بغيتك انتعارفي انا توحشتك بزاف انتي و بابا سليم الي علي كملت بيا دي رايد دالة فمو كاتبك بقهرة و كاتشها سمحني يا بابا سمحني يا اني خلي الدار اللي كتوفي و قادي نخليها الدار اللي ريح تكون فيها و اللي تربيت فيها والله ماما ولو بيدي ما كتش غنخرج ما كتش غنخرشها من الباب و لكن خسني نخرج باش هر تحمل مشاكل اللي انا فيها بابا اتاكتين سنة ديالي و ظهري و لكن دبا انا ما عندي حد و الله ظهري تهرز و نخرج من الدار سوحشتكم بزاف تم هارفين كان وعدكم اني هنكون قوية و غنكمل و غنعيش فرحانة بحيد بحيد عليه و امه و على الحي كامل من اس الخيبي اللي فيهم الله يرحمكم لا تنبلغ سويا كتحاول تماسك لا تكتحل البلاكار ديال واليديها اخدات حواجهم قربعتهم من نيفة كتتمتع بديك الرحة ديالهم اللي كتوهم نفسها بلا كينها فيهم مع نقاهم زيارة لهم كسبك يكثر وكثر قد تكتقلب على اي حاجة بخصوص ديال الوديع اللي حسن في تنسيبها و حد صندوق ديال الخشم بخشم من دوك الحواج بنوصل الحواج ديال ما معها اخداته و قصصها للارب حتاته قدامه و اخداته حد نفسها عميق كتحاول تهدن نفس ديالها وبغا تحلو ما هتحل الحلات هينها مصدومة وتكون وحد الغلاف ديال ما ديال الدموع فعليا اللي يخدرين بعد اصبور سليم و عائلته امشاه وتقدمون صارها رسميا بعد ما وافقات وتتافقوا على ان الخطبة غا تكون بعد اصبوع من دامها اما ميسا بدأت تنقل بشوية بشوية شحواج بساط نظرها القديمة بشو حد ما يلاحظ شي حاجة بعد ما سمشي و حاليا رامبادين فتر شي بادي يا الخطبة سليم و صارها انها الخطبة صارها قال ستبتها و ميسا معاك اهدرا نقول لك شي حاجة ام و يزق الله صارها حيدي اززمار هادي على وجهك كنقصت زي ما زي ما هيهارفك هنا يعني ما كيللاش شافت فيها بيسا مستغربة و يتجاوبها ما يمكنشها صارها انا مكتوبة اني نعيش بحياتي كلها و انا رادية بها و يحكين و يتقطع حفك صارها سدي هاد الموضوع هاده حفك و يتجاوبها صارها واخ الله يهديك و صافي صارها انا هندخل الحمام ما عاد عطلش واخي حبيبة صارها اول ما دخلت الحمام فهاجرت في البكة و هيك تشوف شكلها في الملايا بالتحديد الجزء اللي مشوح اللي في وجهها صرحات هيك تفكر الماضي الاليم اللي بس بابه و بقيتش عارفة كيف الشعيش و لانيها تعيش مرتاحة في حياسها بعد ما توفى باباها و ماماها بأسبوع كانوا ضغقات في الباب هكا مزروبين في الضرد يلا ما يساء حلت الباب حسك تبلي هذيك الساعة صاحب سماما اللي كانت تكتعيت لها خالتي وجهها شاحبوا عينها من فخين بالبكاء أهلا خالتي تفضلي والله يا بنيتي يا حبيبتي السد على رزقين يشحر منهار ها ما بنتيش ديك آخر شي آه يا خالتي ما عنديش لخاطر نخرج من الدار لا لا أنا ما تسمحش لك بها شي يا حبيبة رهلا هكا دلك عياني ما مزينش لك تي ما زال صغيرة و ما زال الحياس قدامك طويلة تعيشها ما بقاش لي أي حياس من وراه ما خالتي وما كانوا حياتي كلها ما قال لي يحد من غيرهم ظهري تهرس من وراه ما خالتي لا لا واكتك عيني يا ليك على أنا فين مشيت ها وعادي الولدي خاطئ بك فين مشى ها عادي عادي لخالتي فكرش يسول لي من نهار وقال لي وقال والله يا حبيبة لابقى في الحال بزف ومريضه مفقوص على قبلك جي عار فره كيفاش كان كيبغي مامك الله يرحمها وبغاش يهدر معاك باش يخليك تهدني وتريحي الأعصاب ومريضه إلى باقي لم يكن هناك مشكلة اذا كانت ساكلة لقد عدت صمعتها معك حمت الفتاة يعدي يقدير اخر الشي ما مكس باقوص نخل وشهما عديل سي عدل من دابة وشهما احب عاديل اخ شي ودي ساكل نتعلم لكن اتنسيت حاجه مهم مهم كيف ملا تسيتي بلاكس متسافق مع ابو باك الله يرحمه بلا العرز ديان غايكون بعد ما يجي من العمرة بتالشهور داد شهرين على الموعد ديال العمرة يعني اذا بخسكت وجه دي راسك بحلق اي عروسة شنو كتسقول مش حمقتي ولا شنو انا ما غنزوجك اصلا انت حمق بغيني نزوج وما زل ما كنبالش عمع للوفا ديال مامو بابا شوف قد الخاسم ديالك انا ما بغاكش اصلا كانت غلطة من اللون ولكن معليش من الحوقة ويبدأك اضحك بنيتك وش بخاطرك انا غنزوج بك بزز منك يعني غنزوج بك بغيتي ولا ما بغيتيش واصلي حسلك نعليش شيطان وتدنيه حيث ما كتعرفيش نمو كيندير ويري تخلي الخدمة ديالك دي حيث ما كينبغيش انا مراتي تخدم يال الله يعون طلق لعديك القنبولة ومشا فديك الله حتى حساس بلا الدنيا كتضر بها قلب هادرها بزاف ميكاش كتسن عدلق صحية كلها ولم تخيله انها غيعملها بزاك الجفاف كان الناس بتلع العم بعد ما توفى وليديها سمت غادر خدمتها هاد زالهم ديال دنيا كله عليك سافة محسة بوالو وقف خدمتها سارحة كانت ديك النار اول مرة كتلقى فيه سارة ايه 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 فينك فين سارحة فقط منشوره ده على صوت سارة وده الزمع من عينا مسحاسة ضغية عيشها فتاوية تشوفها بحانان حبيبة مالك بينها هي انا الصغر باديك ساعة مايسع من طريق سامعه وياتجابه مكاينوالو انا بالخير غير ما تشغليش بيها مالك انت يا انيسة كفش ما انتشغلش بالي اجي 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 انا غدي نسأذلك وغجي معي صافي انت يا اصلا مفروض تكون هنا وما تكونش هنا وانت بلات الحالة هادي وما سعين ديني شو صرف دي حانت غير جي معي بالزز منك قات مع راسا عاو تاني بالزز كل شي في حياتي ولا بالزز عالحش يا ربير مقادرش نسح ملتش كله وحتش كون عادي اصلا عالعمري مايش فتا هنا يمكن الله سيف طالية باش ترميش فيها من الحمل اللي عليك سافي وتززو معايا فقط على صوت ديك ساعة ساوصا يلا انا طلبت المدير ديالك ووافق يلا معايا شافت فهم الصغر با خضعت الساكن ديالا ومشات معاها ركبه السيارة ويا تقول لها ديك ساعة ساعة انا ساعة وانتي انا انا ميساء اسميتك زوينة بززر ممكن تعاودي لي يا مالك انقدر نعاونك وما تخافيش انا ما كان عارفك شو الله وعمري باشتك وقدر ما نشوفك ش مرة اخرى يعني القصة كله انك هتخرج اللي في قلبك وتريح قلبك شوية يلا عاودي ناعدات ميساء وبساس ماس بقى لما بدتك تتعود لك هتك شي اللي وقاب عسل التامة واو وعدش كله هزا وديرها في قلبك وسادة تالي وساكتها عكرة خير وليك ماشي مهم شي حاجة اهم حاجة ده باغن تفكدك من دك اللي سمي سوعاتي باغنش نزوج بيه انا واثقة انو غيرت زوج بيغة علاقة بالشكل ديالي وصافي بحل بغيرت زوج هذي كلمت اللي يقع الشباب ديال الحي كلهم بغين يحمقوا عليها انا ما عارفة شنو ندير فيه انا تخنقت شو فيه انا ممكن انعونك بصاح والله وليك الخطة في الهراء الفرازي ممكن تصعيبه سكوم صعيبه شوية ماشي غشوية يا رب الزعب ماشي مهم انا موافقة ممكن انتا حاجة صعيبة من دكش اللي انا فيه ويتقول لها سارة تأكدها اهم تأكدها شنو وبدتك اتعود لها دازو اسبوعين ميساء تكسب العقد دياله على هادل وهي مغصوبة على هادشي مورا يومين من دك العقد والتحديد ديال النهار ديال العرس تفجأة شعلت العافية في الدار ديال ميساء خرجها تكتغوت وفوجها الاثار ديال الحريق وهذه كانت الخطة ديال سارة البومبيجة وصعه وميساء مشات السبيطار هادي الاول ما اعرف انها تشوهات محملوش دك الوضح واغضب عليها ماشي فاقلوغم شبلها مين ينطق بسك الماء ولكن بعد يومين ذيك الحافيثة ميساء كانت زغالسة في دارها الباب التق وكان عادي اللي جدق ماشي فاقلوغم انه ممكنش يكملو مع بعضياتهم وكل شي ينصيب وذيك الساعة ويطلقها ومشو خلاها في ذيك الوقي سوا ميساء كان وحد الباب بسدود بحلها بسدود بشي قفل وتتفسح في قلبها ماشي كل ما تقدر توصف احساسها في ذيك اللحظة قلبها كان يرفرف من الفرحة مش هتكال جديد سوالات ذيك الساعة سارة شكراتها وفرحة سابت ذاك الخبر الخطة هي عادي وهي نفضها ورجعها للحياة من جديد ولكن في نفس الوقت حرماسها من جحان من حاجة في حياتها مبقاش من حقها انها تحيشها مسحت دموعا بعد ما سمعت صوت تقن في ببديل حمام وصوت سارة كاسعيت عليها قدت راسا ومسحت دموعا وخرجات عشنو كاين مالك ساليم والعائلة رجا والتحس واخا انا غنزل ويزبوا لها سارة يلا بابا كا عيد لي واخا يلا بك ساعات منازلين سارة يقلسات حتى ساليم ودازت الخطبة ديالهم بسلام وثلاثة وورا الخطبة ميساء وقف مع سارة وساليم وعاصم سامجايكي وقف معهم اهلا هذه ميساء وولدها امي واخوها من المولدات ساش الوالدة هذا عاصم الصدراوي هاديك الساعة تشوفي شكوك كانت ميساء وقتها مصدومة سارة ويشوفها مصدومة عاصم صدراوي عاصم صدراوي شافت في هاديك الساعة صارة مصدربة مالك شنو واقع اه انا خسي مشي شكرا لايتمم لكم الاخير شرفت مع نفسك السياسة ويزولها سارة شنو واقع مالك ماليش يلا يعون خرجت ديكسة من الفيلة ديال سوزان شو الجهر الدر دياله في الطاكسي بعد دخلت الدر انفاجرت في البكا ممكنش اكيدش حاجة غالطة ممكنش وتكورت على نفسها ويكا ترجع بداكرتها اللور مالي حلتك صندوق لقيت صندوق صغار منه وحدة وحد البراوات شدت البراوات حلاتهم اللي كانوا مترقبين فتحت اول ورقة ومكتوب فيها ميساء احلى حاجة في حياتي لا تحياتي كلها ترجعت لي حياتي بعد ما ضعت مني حبيبتي انتي ما عارفاش علاج حاسة انها نهاية قربات يمكن تكون فعلة تقربات ما عارفش اللي عارفة انك تكتعرفي الحقيقة الحقيقة اللي انتي ما كتتعرفي على والو سبحني يا ابنتي انك نقول لك هادشي قبل منكم كان عندي حياة خرى كان عندي دار خرى كبيرة كلها حب وحنان كان عندي ولد اوبنز كان عندي عاصم واسماء صدراوي اسم زوجة والتا كانوا الدنيا ديالي كله وحياتي كتعيش على قبل نوم هما ميساء انا كتكن بغير راجلي وولادي بالساف وكتس مستعدة تحب عمري كله على قبل ساعتهم ولكن واحد النهار قعلي طول عمري خيفة منه واحد النهار راجلي كان مسافر الامانيا في خدمة مهمة والجو كان خيب اشتهاها والرهيد والبرق عاصفة صعيبة بالساف كتس اول مرة كنشوف الجو كالطريقة هذي في حياتي كلها قلبي كان مقبوض عليها قبل ما يقول لي انه غاي سافر ومني قال لي قلبي ضرني بس ما عرفش علاش حالك تحسب شي حاجة غازوقها وفعلا مورا مخرج شوية جالية جوشينا سالموني باللدار واحد الكسيتا وراف الصباتار لوصلت كان مات نازو خلاني وأنا أنا ولاده في الدنيا بوحدنا ما عرفت لكي غنعيشهم مورا تخيلي شابنتي باش كتحاسة ذيك الساعة الثانية كلها كانت كتدر بيها كايش قادر نوقف على الرجلية اللي خلاني نعود نوقف مولادي والادي اللي الحد اليوم ما كان عارف عليهم والو قلبي كاي تقطع عليهم وتوحشهم بالسافة بنتي كتكن تمنى عن قول شبع منهم قل ما نموت حاسة بيلا ما كانش خنشوفهم مرة أخرى وفي رسالة رقم جوش كانت كاتبة منيبهم ماتوش با موت في دارنا عاصم وأسماء بكي حبسوش من البكة وانا ما كنتش عيشة أصلا ومشي أخذ الروح دي الإيمان ولكن كان خاصتين تقوى على قبل ولادي كان خاصتين نوقف على رجلية على قبلهم ومحيز ما عندهم بشي حد من غيري في الدنيا بشي تعد أمهم وطالبت بحق رجلي ولادي اضحكا لي وقال لي يا شي راجلك ما كمشش شهر وجيك تقول لي يا حق راجلي ولادي تساهمني بلا كسب الوجهة على قبل الفلوس وطمع وانا والله ماكس كان طالب بالفلوس على قبلي على قبل ولادي وعلى قبل ندير صداقة جارية على روح و أي حاجة بعددتي لي حسنات أخو عمر ومبغاني كانتي ما كاراني وحاقد علي وعرفشة ليش وخا عمري ما دلت لي شي حاجة خيفة المهم جا واحد النهار واخذ الدريبة من دراسهم ومشيت نجيبهم قالوا لي يا عموا بخداهم مشيت لعندوش الشركة قال ليها مبقى عندك ولاد عدنا صاح فيما سا بلاصك ما كينش بيناتنا وخلى الرجال اللي خنتمي معايا لحوني برا الشركة الشركة دي الراجلي لحوني خرجوني منه بحل لوحدة غدا كانت طلب منهم مشيت سالفة ما عارفش فين نمشي ما لقيش ولادي ما عارفش نخضف حتى الفيلة اللي كانت جامعني أنا ولادي خدقها ودرعنا الحراسة أني ما ندخلش ولا دخلت نجمع الحواجي ما نقدرش خديت غل حويجاتي بززز تحت إشرا في الحراس شفت يا بنتي؟ أعمك شنو دار فيها؟ واتش كله علاش؟ أنا برا الشي ما عارفش أهل بنتي؟ أعمك هذا كوه أعمك بعد ما خرج من الشركة مشيت الفيلة مشيت الفيلة ديان ونشوفه أولادي قدرس الدنيا عني هو يمكن القامول لكن ما قدرش قدرس مع الناس بزا فتحد ما عارفش حاجة وليت كمشي في الشارية تالفة موض رحل سا برا الشي كانت فكر فيهم يتاركي دارين وش كيديرو دابا؟ هكيد غيكونوا باخير حزعمهم كيكرهني أنا ما كيكره شخوه وولادو وكتخيف عليهم بالسافر كتغادة في الطريق كله الصحاب الصداع ما كانت معوالة وصفو حض اللحظة قدرس الدنيا كلها طلع ما حسيت بوالة من وراها من الحلزة عينية كانت في السبيتر واحدة واقفة كانت ممريضة تاسمات وقربات مني وكتلافين أهنا وشنو وقالية؟ كانت يارك في المستشفى ضرباتك شي سيارة ولكن الضربة كانت بسيطة ما اضطرتش على البابة ثاني أكبر صدمة في حياتي شو سفى عينية محلولين؟ متلش كتقولي كانت يارك حاملة وش مكتيش عارفة؟ ديك السعب بقيت كنسمعوالو كتك نشوفت حاجة قدامي قدرسي اديعلك شي وغمطت عينية حلت عينية وكتب لصة غريبة عمري ما شفت حالة في حياتي محل شي غابة خضراء وفيها شلال كبير كانت فيه وحد الجيدة ديالشجرة قاس على واحد بديت كان شوفينه وانا ملقيت احد من غيري وغيره عايت عليه ما شهوبنيش شديت في كرشي ومشيز عنده معاش في التسطنت كان راجلي كان راجلي عميساء شفية فرحان وكيعطينيك سوى بيضة وحاط ادع لك رشي وقال لي عندك سفرطي فيها هذه اللي غترجع لك حياسك نورايا وياللي غتفكرك بيا في مما تشوفي فيها وياللي غتعودك على الشعور ديال الامومة عندك سفرطي فيها عندك وانا اخبر قشك نهايت عليه ما جاوبنيش حتى حلت عينية المرات الثانية لقيت راسي في اول ولاصة في السبيطر ولكن ما لقيتش ديك الممرضة لقيتشي واحدة اخر غريبة اول مرة كنشوفو شفية مستغربة وقال لي يا بيلا سميتو سميتو كاريم وقال لي يا سمحي ليانا اللي ضربتك وما كانش قاسط حتى كنشوف فيه بسفاهم ودك ساعة دخل الطباب سولت وامزاع الخرج قال لي يخسين بقى شوية مما على قبل الجانين ما زاله في 3 شهر الاولى وخسو يستقر وشيحو ايش هكا المهم قيت سمك هنا وكاريم ما خلانيش وبتقص فيه اولينا اصدقاء عاودي القصة دي الحيث وكله الصعب اللي دوزهم وكل شعلي وحسا انا عاودي له كل شعلي اللي يوقع لي ولي مريز به وجنها اللي غنخرج فيه من المستشفى مكان عندي لا ريال لا زوج ومعارفش فين غنمشي ولا حد منه وحسو اعارف كلشي اصر لي اني مشي معه انا مكتش بغادشي ولكن الاسف مكانش عنديش حل اخر من غيره في اسمال تار وانا مضطرة وحس كانت بلاصة شعبية الناس بلاصة كتدر وكتخرج الهدرة ومني مل من الهدرة دياله وقال ليهم مراتي ومسا واحد ما شغله فيه تخصبت ما مكتش بغا يقول ليهم هدرة بحالة دي انا عمري مكتش بغان كلشي واحد اخر من غير اول حب في حياتي واخر حب في حياتي وانا مازال مفتاق ده كانت بحشو اولادي اللي ما عارف عليهم وعالو وملي عرفت اني عمو خداهم وعائلته وصافروا على برا مش فنبقاش عارفو فين كايني دازو جوهور الحمالة بسهلا كريم ما خلاني اش كان كاهسا بي وما قلتي بحالة مراتو بالصحنيت حصار متوم ولا عندو معزة كبيرة المهم جاء احسر نهار في حياتي نهار اللي وصلتي فيتي للتانية اول مشترك حسيت باللي بحالة كان شفتك واسماء وعاصم فيك كتي بحاليك بزاف منهم هما بثلاثة وحسن انتي كبيرة فيك منهم بساف كتفرحانة بيك بساف بساف وكان كريم فرحان كان كيب كيب اللي شافك كتحاسة بحالك تعوضي على مراتو وولدو اللي ماتو ونورة مولدتك اكان شي حال اخر قدامنا من غير ان يتزوج بي وشينا اللي عدولو تزوجنا مباشرة والاسف باش نكسبك بسميتو كان خاص نيز العقدة للزواج والعي ورقي دولة لانا انك كنا مزوجين وانا ما كانت عندي تطورك كالدولة لانك منتو اكثر حاجة هزاتني هاد الهم انك مغتتنثميش الباك الحقيقي وكتحاسة بحدم كبير وتكسبتي باسميس كاري ووليت يا ابنتو انت كابنتي تذكر هيني تحاجة ما درسها بخاطري كل شي كان بزز مني انا عمري ما فرحة حيث مكتش منصوب هالباك الحقيقي ميساء انا بغتتقلبي على خوزك اكيد غايكونا ارجوهم اكيد ما يبقوش على مرح ياسم كله وعرسوا فيه كهينين اللي عمهم اخداهم قلم عليهم ولقايهم وقليليهم الحقيقة قليليهم بالله عمهم وليغبرهم عني قدر علي الله شنو يقدر يكون قهن لهم عني قول ليهم بالله تضلمت واني كتغى نموت وخي قتلوني ما كتش غى نفرط فيهم باتي كتغى نتمنى نشوف اسماء وهي عروصة ونشوفوا الدي وعريس ونزولاتهم ولكن الحبد والله لكل حال ميساء يوجد عندك حق عند عمك عندك ورث من ابك الله يرحمه خوصك اكيد يخذوا حق وطي لا لك سيأخذها بنتي يضحك حقك وطي اولى به من عمك صدق الصغير في حاجة بسيطة نخليها لك باش قدر يتكملي نشاري لك شي شوية الحوايج بلا ما تعرفي حيث كتير كتير تحشمي وكت كتير تحصي مني كن هضرلك على الزواج هاد الحوايج هادو ممكن ينفعوك وبغيتك تخرجي من هاد الحي هادا ونهار معاك ونهار عليك خرجها بنتي وقلبي على أخوتك وبدأي حياتك من جديد سمح لي يا بيساء وقلي العاصمة واسمائي سمحوا لي تضمع اسم الكلام اللي قرأتهم حلت الصندوق اللي قدرها بكتير فيه وراق الوراق اللي قدر يوصلوا الوديها بكات بكاتب بزاف جسمها كله كان كيترهد ما عرفت شنو هشي المكتوب وشكت حلم ولا بصصح ما عرفت شنو هشي المكتوب في ذلك الارض فوقت لقيت راسا في نفس البيت الصغربات وبدأت تستوعب اللي وقع جمعت الوراق في الصندوق وقلبت على الحواج اللي ماما كانت تقول عليها ما لقيت تحاشا تفكرت انه وحد البيت صغير بصدود ما كيتحلش نهائيا مش هتوهرسد ذلك القفل من دخلت صدمات من ذاك الشي اللي شافته كان ذاك الشي الكل اللي ممكن تحتاجه عروسة جديدة هاتشي ابتش راتو وكيفاش كيفاش محسات شبه هاتشي كله كانت ثاني كاتبكي واتبكي واتبكي ومسحد دموع وكانت خصت تلقاه ضروري خصت تلقاه خوتها وبدأت كتتوجد معصارة انه مينقلو ذاك الحواجه هدي والكيبلا ما يحس شي واحد كينقلو كل حاجة بشوية بشوية في الليل كل ليلة قريبا كتجي سيارة كتاخد حاجة ولا جوش بشو حد ما يحس يحس اكملو كل شي باخير وعلى خير ورجعات من ديك الدكرة ومسحات وجهها محسارة كيفاش غاز قول ليهم بحاجة بحال هاتي كيفاش ما عرفوا هاش وخش كل ديالها بحالهم كتجي مهليهم شي خبية تيديك السعسر اللي ديالها فقوشك خصك سحيا صافي حيدي عيش حياتك بحركة الالف والحزن حيش حياتك حياتي في المكان وقف على الرجلية تجيني شي ضربة طيحة وتضعفني كسر من اضعيفة لا بنتي ورع اصفت لك أخوتك باش تعيشي قول ليهم اعلميهم وريهم راسا عيلي وريهم ذاك شي اللي خليت ليك واجهة عمك خصك تدير هات الشي خصك تقول لي اليوم ان ماماك مظلومة وما خلاتهمش خصك يا ربي اهي تسهل لي يا حياتي يا ربي انت الوحيد اللي علم بيا وفي النهار ثاني كانت ميساء جلسة مع سارة سارة بقى رأيك فاحت الحاجة اشنو تعال من امتك تسوليني حيت خايفة نقولك ما عارفة شنو خصني نقول ولا نسقط بينا شي حاجة كبيرة عاودي شنو كين وشوف يا لالا عودت لها كل شي سارة جالسة مصدومة وكتشوف ام تيقاش بحل كتتتعود لها شي فيلم دي الخلعة تتسميسة كتشوف بسارة دابع انت تقصد انت انت اختعاصم واسماء اه وما زل ساكزا خايفة نقول لي وما سارة ما عارف شوش غيتيقوني ولا لا تيقوا كل ما يتيقوا ومع اشترى كتش فاهم لا تستطيعوني يتسكي لي يعرفون ضروري خايفة بسبب سارة ما حيثة شوفي اجييوا عندهم دابع ومأكيد كينين سليم قال لي ان يومه الكونجي ديالهم حيث اسماء ستسافر اكيد عاسم سيكونت ممع اسماء دابع وماذا يشيخ الله الفورصة ديالك اه اميساء اسماء ستسافر ولا سافرت ما تجيش اما بدعها حيث الخدمة ديالرجلة يجب أن تصحي كل شيء علم الله عمو شنو قيل ليهم على ماماك فردي قال ليهم أنها خلاتهم وتزوجات أكيد سوف يديرها ولا عرفوا أراد زوجات وخلاتهم أكيد سيكونوا حاق دينالي يلا أنا معك ما عديش نخليك خلال الله يحفظوا صافي أو في الفلا الفلا دي العاصم عاصم وأسماء وسليم كانوا قاسي مع بعضهم في الجردة يضحكوا و يدروا سمعوا صوت الجرس نات سليم حلم تكيه تفاجأ مني شاف سهرة و ميساء دخلوا لعاصم وأسماء ذي ساعة الحديقة عاصم وأسماء و قفوص المولى و مصاربين و سارة و ميساء أم يقلسوا و يات نطق ذي ساعة ميساء سمحوا لي لا جينا قطعنا عليكم لقلسة ديالكم ولكن سمحوا لي يخذكم تعرفوا واحد الحاجة شافي عاصم ترقب تفضلي و يات نهد ذي ساعة ميساء ممكن نعرف في نيبة معكم عاصم وأسماء شافوا لي مستغربين و مصدومين من هذا السؤال عاصم دت عيني كات كحان وجوه حمار لا اسمحتي بغا نجيز قلسي قلسي خضري على عيني اللي و راسنا ولكن السيرة ديال المرة دي ما تجيبتش هنا تفعين منا ماذا تسوء لي على أصلا ميكس عارفين انتي عائفك لسمحتي جاوب على السؤال ديالي و يزقوا لأسماء شنو بغا بالضبط ممكن جاوب و غا تتعرفوا كل شي و يسان عارفينه هي و يزقوا لأسماء احنا ما عارفين اش في مكاينة اتقايدة بفرحان اعيش احياة مع رجلها و بنتها اللي لحتنا على قبلهم صدمعات ما يساء و يتشوف ديك ساعر فصار اللي ساية صدمعات و انت قاسم انتي عارفتي لش دبات السؤال هذا و ميكس عارفيا بساطة انا بنسهل انتي كصدر عليها اسماء و عاصم الدنيا درس بيهم ممسيقيش دكش اللي اسمعوا عاصم و صل القمة الغضب دياله كيشوف فهم خنزر بنسه setup اتقايدك ايضا قولي لها ما عندك الاولاد لاوالو لحي تيهمش حالة دي و عاصم صافي سلينا و عاصم الدك يحسبلك بالله طالما بنسه غتكون reaching لا تي غتكوني مجرد بنتها بنت امين اللي صافي مهناش حتعالقة بيهم لم اعطار في شبه أصلا لا انا لنمجرد بنت ماماك اللي لم اعطار شبه انا اخذك من بابك قبل ماماك ثاني صدمة كانت الاسماء وعاصم اللي ما مقاوش حاسين بنفسهم ويقول لعاصم شكت خربقتية انا ببرامات ويمشت زوجات وما كانت حاملة كيف اشختنا من الاب والام؟ دك ساعة خرجت دوك البرامات ومدتهم للعاصم وممكن تقره هذا وانتفعت فهم كل شي شاف فيهم تردد ولكن خداهم بدك يقرأ علامات الصدمة والاندهاج بدات كتبن عليه اسماء كتش فيه مستغر بالتغير اللي بدن في الملابح ديالو من العصبية الجمود الدك اللين كملهم وشفه شف ميساء بان كي صار صوته مهزوز في نهية دهبه شفت فيهم القهرة محتت ثالث صدمة طحت عليهم حتى قبل ما اسماء تقرأ حرفات رغمها وحطتي الدالة فمها بدات كاتبكي أسل منظر مخصبوط البرامات وكي حصل على الواد وضع فيها مخصبوط البرامات وكي يقرر على ملاحظة معدها والذي يمكن أن يكون الآن ميساء واذا لم يكن في القضان لي بالشيء بصح لم يكن بالحفظ انا الي كامل ما يكن أسلح كيف نحن ذي يأخذنا بصح أول حاجة ممكن ترتيح لدي أنا ما يعديش مشكلة نهائيا ثاني حاجة أنا ما عارفه شنو وش هاتشي غيثبت لي كلها ولكن أنا غنوريك شنو بدتك أتحيي إدك الماسك اللي دير العلم مولا ملامحة كي يبانو بشوية بشوية عاصم وأسماء أول ما شفوا ملامحة كاملة تضموا سريم كذلك مصخم البعض في كل شي حتى عينيه أسماء بدتك أتبكي وصحة وصحة خرج وعاصمش الدراس وبدك يغوت كيفاش نبا صدقنا نحن اللي ضال مينها صدقتي اللي مظلومة وحنا اللي ضال مين مطيقش مطيقش مفهمتش طبعا لنا عارفوا بيلة مظلومة هي مهزة ويسا تقولو ديك ساعة ما يسأ عاسم إلا مازال ما تيقتينيش تقدر تسولع في مك تقريتها هاتش وعارتيش كون السباب ضروري خسين شوفوا يلاوا معيا كلهم فعلا مشاوا معا وصلوا للفيلا دخلوا كيلقوا مع مهم ومرأسوا قاسين كيلتفرجوا في تلفازة ماذا درسي هاتش في الوليدة شافي عمو مصدوم ممكن وعارك عارف انها خلصكم ومشا تزوجها عاصم ساو 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 دكاء لك سر كسر كسر كدام كدام عمي كدام انا بغين عارفوا لماذا درسي هاتش لماذا لماذا سحرمنا من الحلندي الام بعد ما سحرمنا من الاب لماذا عمي لاش ما تقولو عاصم كي شي حاجة من هذا الشيء وقعت انا مبعتش عليكم هي اللي خلاصكم عمي حرم عليك انا عارف انك انسان مستسليط حيث كلها وانك ممكن تدر اي حاجة على قبل شي حاجة خورة بغيها ولو كانت بسيطة هلاش عمي هلاش عمي هلاش عرم عليك خليت هناك نهر كرهمنا وكنا حقدوا على تسيني كلها ويا قلبك يتقطعنينها نهار مورا نهارا حيث ما عارفش بلاصنا هلاش 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 كتحرم اسماء من انها تبقى معها امها نهار عرصة محل بلاص كاملين هلاش عمي هلاش عمي هلاش اعرف جوبني على قبلكم شي كله على قبلكم قبل ما باباكم يتزوج به انا ما حملهاش رفضت القضية دية للزواج ولكن هو اصر وتزوجها انا ما قدرش ننكر عني ما ما قصرتش معاكم بتشي حاجة نهائيا هلاش بغيتو هاش كنت غا نجيبلكم اصلا كيفش كانت غا تعملكم ها يمكن انا كنت اعملكم حسن من قاع من سليم تعارفت الشي بزيانا عاصم عاصم ويقول له ههه الله يكتر خيرك صراحة تحرمنا من المنا او الحانة ديال امنا الاقل سليم كان عيشت وسط ابوه امه ولكن احنا تحرمنا من كل شي حرمنا من ابوه امنا وانينا نعيش وسط منهم انا واختي امنا الضمير ديالك ما كانش كاي انبك اعمي بكشي كاي تحسم الدن ايو كانش انا 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 اريد اسمح لك عارف امي كيفش ماتت ماتت وياك تتمنى تشوفنا وتحضنها ماتت حي تحرمتها من نحياتها كلها ماتت ولك فرصة بسيطة اني نقونا نشوفها تمن بحيد عارف امي ان امي كانت حاملة مني حسيها تحكي شوف في امي باستغرب كانت حاملة ويش دل ايد ديال ميساء كانت حاملة بهادي امي اختي الصغيرة شوف تفرقتيني شعلمنا تفرقتيني اعلمنا والحانان دياله واختنا الصغيرة اللي تكسبت بسمي طراج لخاخر شفتي امي شفتي شنود رتيفينا من اليوم اللي انت عمي ولا انا كنا عارفك ونساعدني عندك اولاد اخ اصلا الشاركة اللي بناتنا تسالات وغنبيع نص دياله في الشركة وغنبقى في الشركة دياله اللي حليتها الصغيرة هدي اللي كسيدي ما كنت تضحك ليا يلا بلا سلام اخذك خطوط مخارين بلا ولا كلمة زيادة كانت بقاس مع سليم واركف السيارة دياله مشان نخنوق من دكشي اللي كي وقع من الفايل دياله ومي سائح اراكمه مع عاصم واسماء اللي ما سكتوش من البكار عافك يا عاصم وستنين هاد العنوان هادا دياله شهد العنوان عنوان داري لا لا سيها الدارة دي انت با عندكش بلاسة من غير داري صافي را عندك دار خوف معليش انت مازل اصلا مساكدش بالان اختيك وقف ديك الساعة فجأة او بدك يشوف فالي قاس الله هاتشي كله ممسيقش بالاختي لا سيق انك اختي باركة غشبه انا محتاجش ان يدير اي سهالين باركة انا حاسب انك اختي انا ستأتي معنا الفيلا صافي احنا مبقى شعيد نور شعي شب لبعضياتنا ومكي يجي بغير حواجي صافي واخي ليلا واخي وفعلا وصلتها للشقة جمعات حواجاتها ومشات وبدت فعلا كانت توجد واحد شانتة صغيرة من الحواج الاساسيين الحواج الدروريين حتى كملت ومشت السيارة ديالعاصم وسموها ديالفيلا وصلوا ودخل العاصم مورا اسماء وليلة وطلب عاصم الاسماء وليلة انهم يلحبوا ويلحقوا بيفصالوا فعلا سبعوه وقلتوا لبناء تحكو بدك يا هذا العاصم اهلا بك فضارك فضارك وصخوتك وياتب اساسم شكرا عاصم شاف اسماء اللي ما كاتش معهم اساسا وينطق اسماء مولك يا حبيبتي اسماء مورا بلتسال اسمال الكلام معك يا حبيبي معك انا غصد ما كبيرة عليا والله انا بقنا بسعبات انا هدا عاصم بحزن اه يا اسماء انا اللي كتكي حسب لي بالله وغا الصوت دياله اللي عالي دي مات صدقنيت صدق عافية حربنا من نوم ومناختنا ومنحياتنا كلها وياتب دا كاتبك يا اسماء صدق عاصم ان ماما ماتت انا كتكي عيالي بزب بزب ولكن الاقل كتكي حسب لي عايشة وممكن يجي النار اللي نشوفها فيه وتعنقني ولكن دا بصافي بقاش عندي امل حتى اني نشوفها ولا من بعيد صافي كل شي تسالة عاصم ديك السعنق اسماء والاسف مقدرش يحبس دموع ساوب دكيبكي ومعنقها مورها ويشوف ديك سعف ميساء اللي كاتشوفه بحزن مكرهاش تعنقهم ولا يعنقوها تحلى دراع وبمعنى انها شي كانت كتسن لديك الحركة هذي بزمان مش هاتش كان جليل عندهم عن نقهم بزوج بيهم كيبكي ومع بعضهم كيشاركوها بمهم البعض مع ان ميساء دوزات مع امها فترة طويلة بزاف طول منهم ولا كيفس اقداسها فس اقداسها بزاف اليوم بطريقة غريبة كانت كاسبكي بقارة وحزنة لما اللي كانت كي ديما كاترسم تسامة على وجه ديما وحزنة يفعل وجه دي لدنيا كلها عاصم كان كاعي لراسه بزاف كان خصو يمشي يواجهها يعرف من الحقيقة ولكن كان متسرع وغبي وطيق عمه كان كيشوفها من بعيد وساكس وصعفي ولاتهي في النظرة دياله غالطة ولكن الاسف ديما مقاشي يمشي لعنده يعرف الحقيقة ولحزنة يضار معها واخهه احرف واحد وتشيل ضره بزاف انه كان عارف بلاس دارها وخدمسه وكان كان معصر ما بغاش يمشي يشوفها وملي كان كي يمشي يشوفها من بعيد وملي غبرات كان كي يقول مع رسو يمكن السافرات كم عمو قال لي يمليسولوا عليها قال له من السافرات ما كانش عارف بلاس دا مبقاش قادر يمشي يتلقها من بعيد لانها صافي مشات وملي كي يمشي ما كيرجعش والشي اللي كان مقلمه بطريقة كبيرة اما اسماء وجه الوجع دياله كان كبار منهم اسماء من الصغره كانت متعلقة بمها وملي عم ما قال لي ان ام هات خلات وممشات ما تيقاش كانت كتبقها تبكيت تبكيت تكت ناس ما كانت حبش من البكا هتعم اخذ ايا وعاصم ورامو وميا غضل الطبيب وكرشاء كبيرة ومعاشي واحد ديك ساعة اسماء كانت بغات بشي لعندك اجري ولكن مخلاهاش ومقاك يزرع ذاك الكوره في قلوبهم وملي عارفة الحقيقة قل بغض الرب الساف كانت بغات تكتبتك شي لكي تقال وتقول بي نلمها طلمناها ولكن سافي بين انهم اللي كانوا ظالمين لا سارة هتقدر تسامح لبسها ولا لا وتسامحها منها ولا والسحيل خصوصا بعد ما توفات مع معها قطع ديك اللحظة ديك صوت تليفون دي العاصم شو التليفون تك يلقى ساليم خلي التليفون ما جوبش قاساليم كي صوني صوني وعاصم حسامل ويجاوبه ويساليم شنو عاصقه عاصم عم مقطح رفص بيطرده بمي الحياة والموت بغي يشوفكم عفك عاصم عفك جيب خوتك وأجي عفك عاصم مقطع مع ساليم اخدر رأي دي الخوته ومشه المتشفى عمو اللي كان في العناية المركزة وطباب بلنيوم بيلا الغيبوبة اللي جات لي دابة مميتة كل شي كانوا واقفين على برسة كثيرة صار ووقف أحده ساليم وماما اللي ما حبسه شميل بكا وعاصم مع النقخ وسه سبزوج بدراوعه واقفين فجأة الدكتور خرج كي يجريد دخل البيس وحالة من الهارج كثقه على داخل سكي خرج عندهم الطباب قليوم بيلا المريض الحالة دياله فاق ولكي القلب النبضة دياله قاال بغي يهضر مع عاصم اخواته والبنات إلا سمحتو تفضلوا ياريس ما تجهدوش عاصم شد في ايدي اخواته بزوج ومضيّر عليهم ودخلوا لعندهم اللي ماجهة فمكان بغي يرد بلس ولكن ما قدرش وبدك يهضر بصعود طيب سبز كيت سمع قليهم سمحوا لي كتبغيكم تعيشوا معي وحدايا ومفكرش ديك السعف غير هادشي وضلمتكم وحسا ضلمت أخذكم الصغيرة اللي تولدت بإسم أم مش يباها وما ترباتش وسط خوصها قل ليهم سبحوني انا ماشي خايب لو كتخايب ما كتش غنعملكم بحال ولاتي وانتوما نفسكم بتقدرش تنكروا عني عمر فرقت بناتكم خصوصا بينكم من سليم ولا حتى مراتي كانت كتفرق بناتكم قدشي بالشهادة ديالك عاصم اسمح ليها ولتي انا حاس انها دي اخر مرة انا اترمعكم فيها قدشي لاش كنقول لكم بتخلي السنة بواحده ثم اخوه سماما وقعه واخوه معاه فضغروسة لندوه وحميه وسمحوا ليها باش الله يسمحني يا ديك الساعة بدك يشوف اسماء ويشوف ديك الساعة سعني الرشف اسماء تشكتشي لعميرة ديالي بنتي اللي عوضاتني للمنت اللي ربي مرزقنيش بها انا عارف اني كتاناني في الحب ديالكم وانك يسمحوا ليها سمحني يا اسماء ماهما قلت مالقدرش نوفي الحرمان ديالكم لحالة الام ياريت اسماء سمحني يا سنتي عمرك حسيتي اني كان عاملك خيب انا اللي كانت عديشي بنت اسماء مكتشي غني عاملك مكتشي غني عاملك هيا فين جوليا اسماء بغي نشوف حبيت تيق الملموت جاوباته اسماء ويا كاسبكي فطار مكينة شهنة ويشوفها بحظ ورجع ثاني كي يشوف ميساء مدلها يدي وكي يقول له ااجي ديك الساعة سارة دك ساعة ميساء شاف صف عاصم اللي حرك العراس بوضوء موافقة انا تحرك شادت وشدت ليدي وكلسات على الكرسي اليحدى بيته الخرم دكي يمسح له وشعره وعلي شعره سبحان الله كالشباي لباك انا عارف اني طلبتك بزاف انتي اكثر واحدة فيهم حتى تحرمتي حتى من اقل الحقوق سمحيني يا بنتي انا مكتش عارف انها حاملة ديك الساعة على الحب دي اليوم اعماني بغيت نرم بهم ونبغيهم ويا مبقاش ليه مكان بيناتنا سمحيني يا بنتي احسف غلموط قبل ما نعوضك على اي حاجة نقدر نطلب منك طلب صغير حركات له راسة موافقة وكينت عن قينة قبل نموت اول ما سمعت قزات دكسة وطربات في الحضن دي احسف بدا جهازنا بضعت القلب كي يصفر قبل صغير ناطم الحضن عموية كتشوفي مصدوه ما تسنة في الغادي في الغادي اللي تسنة انا ما زال ما اختيش منك الحالة يا البابو ولا دي الأمي تسنة ما زال ما اعوض سيني ايش تسنة نقولك تسنة احسف ديك اللحظة غمض عيني بألم وتفكر كل لحظة زمينا عاشة معاه بسامحك بسامحك اسماء قزك تشوفي بصدوه ما في السرر ديالو وديك الساعة ميساء كاسبكي وعنقا وعاصم اللي واقف حسب الانكسار مقدرش تسحملاتش كله حسا غيبت ديك الساعة عاصم شاكيجري الحقام وميساء فاقس من دكش اللي فيه والحقاتهم اللي يخرجوا من البيت ساليم ديك الساعة تخلع نشاف عاصم هاز اسماء ساليم ما زاله ما يعرفش ان ابا مات عاصم خدا اسماء ديك الساعة لواحد الخلف عن الطبيب في الناس المستشفى ودكتور دخل العناية وخرج ساليم وصارة البقاء لله ما كانش مسيق ش الدكتور من الكل ديالو شكيس قول صارة حاولها تدخل وتبعد طبيب من علا ساليم اسمح لي البقاء لله مشاهد الطبيب وساليم هكاكتك على الحياة الاول مرة في حياة وكيف كيف ديك الحرقة اليوم كان كله صدامات اليوم كلهم عاصم وميساء ما اسمى الدكتورة كتشوف فيها شافت فيه يا زب ساس بروك المعدة مرحاملة في شهرين عاصم يشافة وضحك وضحكها زبزاف ما قادرش ومعارفش شنو يدير يفرح يلقاها ولا يحزن على عمو اللي حرموا من مو ودبامات ولا يفرح للحمالة ديالخس وحرر في النار اليوم كالكل مفاجآت وصدمات داست خمس شهور كان عاصم واقف في ايد جوليا مع ميساء واسماء اللي كرشاولات بحل بحل على رأي عاصم اللي كيتحكى اللي غدا ومن جاية واقفين في المعطار ليسمع وصول الطائرة اللي كاتتنى اسماء طريقة كبيرة وحفرحة كبيرة بعد انتظار طلعوا الرقم الطائرة من المكان ديالخروج كان جاي وسيم كاتتنى الملمح ديالو بينا على هاداك الحنية والضحك دي من اللي فيه اللي هو علاء رجل اسماء علاء اللي شعر ديالو في المني مغلوق وعيني كحلين وعندو ديك التقمة ديالزين في اللي حيا ديالو خفيفة عطيها وحد شكل وسيم بزاف اسماء معاشا حافظه نقز اسم الفرحة ديالو شلخ العاصم كيدحاك علاه وميساء علاء معاشا فشا كي يجري عندها النقهة حطي الدعو لك رشا ممتيقش هاد اللحظة هادي كانت عنده مميزة بزاف ديك الساعة وبدك يضحك خلياني وجي اينا خلياني وجياني بحل ديك المانكا طاي طاي مانكا ساكني يلقى كده باوليت بحل ديالاها اسماء هكار غدتحكي دي أهلا وبركة من لبسالة ديالك بحل ديال حمالة ديالا ما تساونش بياذا قاطع مع عاصم ديك ساعة وكي يحبز تحكة وش انتم ما تسألوا وش من الدحكة ديالكم و والدحك ديالك أهم من صاحبك على قوية عنك عاصم وحبا صاحبين تسألك حماية العزيز ودروري يخصي ندير ذك ويقول له عاصم اهلا احل دراعه الجونية التي تجري عنده عنقاته والحبيبة ديالبابا تحكتك بزيال تعني انت تحكتك بابا ويستغرب الله كبار وش شو اللذي تصدر مقادة ويشوف عاصم تحكتك المنوبة ويستغرب أحسن ويشوف تحكة المهم اعرفك يا غتيم عيساء بتكسع وتشوفي على ولاي وش بصحد لادراوي ويشوفي عاصم واضحك ايما هدي ميساء علا هدي ميساء ميساء وياسبس عاصم احلا العلا تشرفت ما علي فسك ولكن وسبحان الله وهذه ركت شمال الحماية الله يرحمه ويقول له عاصم ولا شنو هل ماشي بنته؟ خفوك يهضروا شوية بما يكملها لا هما كيهضروا هكاك كان واقف بهيد والفتنة داروا ديك الساعة ميساء اللي واقفة بقى كيشوف فيها وفجأة ابتك يقرب منهم هل الميساء؟ شاف سيم الصغربة شكونتا يا؟ شفاق ضيقيني والي معقل ججالية؟ لا الله ما عرفتك؟ انا مؤمن ولد عمتك نبيلا ضيقة عينك تفكر؟ اه مؤمن صفا؟ اه معليش حالتي ما شفتك مرضي تبع لي منك اه عادية ميساء ويشوف عاصم واسماء اللي مسابعينهم هكا كام الصغربين شكون هدو ميساء؟ ويتبت اسماء هذا الخوتي هذا عاصم خويا الكبير وديهت اسماء أختي ويضيق عيني وش انتي ما فهمش؟ كتير غيب وحدك اللي عنده مقبك وش خالي ولد قبل منك وانا ما عرف شو لاشنو؟ قيصة طويلة وعلي العمو وتشرف سمع ريف سكو يلا باش ما تتعطيش على موعد يلطيارة يلا الله يعوني ميساء ويتبت اسم لي سلامة بعد ما تحرك بوع من قطع الصمت اللي بقى طويل شكون هدو؟ هو دعمتي لي يخت بابا كاريم ويحرك عاصم راسو تقايق وهو وجعله بعد ما كمل إجراءات وتم متحركين وفي بلصة زوينة هادي على وحد الشاطئ قهر سام ديرا يدات حد ديقتي ديالا كتشوف البحر كتتسمعان وتتأمال والحب واضح في عينيها كتتحرك الخسلات ديالشعرا اللي مسمرده لكسافة اللي هريانين الجاسة اللي مشدها كتباسة بنين دوغلس طبعا الطبرة اللي قدامه ويشوف فصاره ويفتيك الحالة ديالهوية فاقسم داك الشروط يلا اخيرا بعريش ومطعم عمر بزار في المونت الشوح الصراحة صافي للا يلا وغب شوية دا بتشبيه هم كياكلو كيشوف ساليم فساره كلما ركي حنحن زي ما بغي يدر ساره انا انا عارف ان الظروف اللي جبراتنا انا نكونوا مع بعضنا وعارف انك اصريتي تجي معي هنا بش نسيني الحزن ديالي على باب الله يرحل انا مقدر الوقفة ديالك مع الفترة اللي دعست وما خليتينيش خصوصا بعد الوفاة ديال ماما اللي متحملات الخبر دياله على الدابة الجميل ديالك غنزوف وقراصي الامر كامل ولكن الفكرة ديال انك تي مغصوب علي من الول انك معايا دابة شفقة او لبش تخفالية واجب يعني وخلاص انا بقيتش قادر نتقبلها بغيتكش تكوني مغصوب علي في شي حاجة صاره داك شيل اشكا نقول لك لا بغيتين فاصله انا ما عندي ساق كان بغيك شفها ساليم بعد ما السوق بدكشي لي قالتو شنو كتقولي تقدس في القلصة ويتكت بتاسم كان بغيكها ساليم كان بغيك وما بغيش نخليك انا عارفة ان الموضوع من الول كان بززلي نبسو شبينة وعارفة انك مكتيلك تحمل لي ولا انا كنحملك ولكن شنو را تدير وليس كان بغيك بغيتك بلا موعد ما عارفتش كيفاش ولا امتا كان بغيك كل حاجة فيك انا ما بغيش نبعي ذلك ما بغيش حيث ما قادراش ولكن انت ما بغيتش انا ممكن مثل انا ما نجبركش على شي حاجة بزز منك حيث ما شي بالحق نجبرك اللي هو لكن اللي بغيت تعرفه انتعرفو كان بغيك من قل القلب يا ساليم وسعنا كان بغيك يا سارة يعني ما يمكن شدشي كله ما رضيش بالك بلا كان بغيك شفت فيه مسعباش قبوت وجاجي ساش الدم كسافة وكيبتاسم كان بغيك يا سارة كان بغيك وما بغيش نخليك انا ما غنقدرش نخليك مش رك وشفت كيف اش حمقتيني اصلا كله شوية وكتبغيني ولا لا ولا غتتخليني ولا لا ولا خلاتني كيغنعيش بلا بيها وما بكتعرفوها وتلفتيني وكله نهار نفس الأزئينا فراسيتا راسي غينتطرطق ما عنيش تحمل وتحملت وغنتحمل على قبلك يعني شي كله وشي ساكنة في قلبي وشيغل العقلي كان بغيك واحدة انا يلا نزوجوا ونحنا انا ونيتس ندوذش عب العسل دياننا وشد الحمق هذا والله يتحمق وبابا والناس اللي يسمى اشنو؟ اشنو؟ اشنو غادي نديروا بعض واحنا معنو معنو نديروا العقد دياننا ومشو عنده ونحنا مزوجين يا سلام انت بغيتي بابا يقتلني؟ يقتلك؟ يلا غيقرب لك؟ بعد ببكرة اكثر واحد غيوافق بعد شوفي انا اصل الخطيبة كاني بالطول بالعرض غا تكوني مراتي يلا اشنو قلتين؟ والله هتحمق دست قريبا شهرين كانت لا بيزاء واقف احد عاصم توتراه بينه لوجه علامات الخوف والقلق وعاصم حالة ديانو كهبا كم بث مرحل وعلى هز ديك الساعه بنتو وقالة حالته غنيه على التعريف ساليم واقفه سوزان القلق الخوف التوتر كيسمعه صوت الاسماء و كتغوت في غرفه العمليات دستنت الساعهة قريبا عادة كيتسمع البكاتية شي وليا درا ديه هات نهده براحة من خرجها الطبيبة وقالت لهم فيلا توام والدوبنز قررت أسماء بالاتفاق مع العلاق تسمي ولادة على اسمي اسمباها وماماها اللي توفعه مباركات والتهاني صوت الفرحة في الفيلا كاملة الضحك لنامع من القلب المحبة والويد ما بين كل شي علاء كي يضحك كي يتسلج الضحك دياله كي يستمر ويزيد كي يتكاثر شهر الله حراح لي في القلوب الحب والويد والسلام نعملنا بعمل القلب وكي يوصل للقلب حتى بدون المراسم ديال السبوع ديال الطفل عام رحت البخور متصعدة وصبو داك الاسواد ديال اغاني في الارجا وهاد كاتم جاية اسماء شدد واحد من الوليدات وميسا معوناها تايا هذا واحد فيهم وبدأوا ديك الساعة كي يتحركوا فرحاني بيهم هذا ديك الساعة ميسا هذا دكس الشيات اللي كي يكون فيهم هاكا داك السلو وكي يتحركوا فرحاني بيهم وكي يتحركوا فرحاني بيهم انا امجد صاحبالة مهندس في شركة ديال بيترول وكنتقلب على الارغوصة مدتي الداسة يوي كاتتحاول تحكم في الضحكات يالا وانا ميسا اخس اسماء وعاصم ماشي ضروري المؤهل حيث ما ما تعرفش به حسو لو يكون مؤهل عالي انا كي يهجبني العطور الهادية والموسيقى والرومانسية وعندي محل عطور كبير في المول كانت منت زورنا قدشي كله زوين شنو رأيك في آخر حاجة دلتا ويا تشوفي بعدها مفهم ما فهمتش كان قلب على العروسة يعني شنو بغتي ندير امجد ويغمزها بعيني وخلاهو بهد دات كتشوفي ممساوباش وديك ساعة بتاسمات باينا غدح فيه ولا ما عارفتش ولا شنو باينا حب من اول لدرا وفعلا ما داش شرح تكان مرة كي ينقذ علاف المحل دي لا تدر لها صدع نيت ما محبس حتى فعلا خطبها وبدو حدو الموعد دي لهم دي العقد وهكا تهنات القصة دينا شكرا لكم على الاستماع شكرا على كل لايك على كل تعليق كانت مني ان القصة تكون عجبازكم ما تنسوش عندكم تتابعوا باقي القصة على القناة ما زال ما الشارك يشارك مرحبا بكم كاملين ونتلقوا عن مقاريب باي باي مرحبا بكم كاملين 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 اشتركوا في القناة